بدايات بالنسبة للفريق الهلالي ما كانت بنفس الزخم صحيح أنا ولدت في رياض عام 65 ميلادي وبعدين والد الله يرحمه قررنا يروح بيروت وقعدنا في بيروت لين 74 أو بداية الحرب الأهلية في لبنان لما رجعنا المملكة طبعا أحد الناس اللي لهم فضل كبير عليه هو محمد السمحان أبوه الله يرحمه كان وزيره أبوه مساعد فكان هلالي فأنا دائما أقوله أنت لو كنت تسجع نادي ثاني كان منصيب يعني نص السعاء أنا أعتبر نفسي من أسعد الناس في تشجيعهم فريق يعني الهلالي أعطانا قادر من السعادة ومشجعين هل يعرفون كذا يعني أنا حضرت بطولاتي أنا أول ثلاث بطولات الهلال ما شفتها اللي هي عام 81 هجري قبل ما أولد و84 هجري 81 كان كاس الملك و84 كان كاس ولي العهد وكاس الملك وهذه ما حضرتها بس من أول لما جيت الرياض لين أول بطولة الدوري عام 78 ميلادي حضرت كل بطولاتي الهلال فأنا ببدأت في تشجيع الهلال كان رابع نادي في المملكة في البطولات إلى أن صار الأول بفارق كبير وصار في رأيي يعني من أبرز الأندية في العالم وعنده أرقام قياسية حتى على مستوى العالم حتى قبل الثلاثين مباراة الأخيرة أنا أعتبر الرقم الإعجازي بالنسبة لنادي الهلال أكثر من ثلاثين رقم أنه من عام خلنا نقول حوالي خمسة وربعين سنة ما مرت سنتين واربعض ما شاء الله لا قوتها إلا بالله الحمد للهلال من غير بطولة وهذا يعني حتى نادي ما شهر سنة ما يقدر يقول كذا وهذا ليفربول يمكن بس أتوقع ريال مدريد أو الأهل المصري يمكن هم الناديين الوحيدين اللي في الخمسة وربعين سنة ما مرت سنتين واربعض من غير بطولة